ما فيش حد فينا ما عندوش حاجات مؤجلة عايز يقوم يعملها سواء كانت حاجات بسيطة من المهام اليومية أو حاجات متأجلة بقالها فترة ما فيش حد فينا برضو ما بيجيش عليه وقت بيكون كسلان وزهقان ومش عايز يشتغل النهاردة في الفيديو دوت هنعرف خدعة العشر دقايق أو مشاريع العشر دقايق اللي هتخليك تقدر تنجزي أكتر يلا نبدأ على بركة الله بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله الله مغفر لأبي وأم أموات المسلمين أجمعين أنا مارو حماد وهنا نادي كل الستات وإن شاء الله النهاردة هنتعلم فيديو زي عشر دقايق هعمل فيهم إيه هنتكلم عن المهام اللي ما بتاخدش وقت وزي نعالجها أولا إحنا كتير بنكون مضغوطين أو تعبنين بدنيا بجد أو نفسيا مش عايزين نعمل فعايزين نعمل لعبة كده صغيرة أو خدعة صغيرة على العقل إن إحنا بس حبيبي إحنا هنشتغل عشر دقايق بس زي ما بنقول كده لو لدنا وهم صغيرين وهم بيعملوا الواجب إنت بس هتعمل الصفحة دي وخلاص الخدعة دي كتير بتنفع جدا 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 وبتشعل الحماس وتخلي الواحد عايز يقوم ويخلص كل اللي وراه بس ليها برضو حب الضغوط إن الحاجات بتاعة العشر دقايق دي بتكونش حاجة داخل فيها شغل محتاج تركيز يعني شغل شغل قريدي حاجة بتاعة حسابات حاجة بتاعة مذاكرة ممكن أتاخد وقت طويل مننا ممكن أعمل حاجة صغيرة من المذاكرة بعرفة إن التمرين دوت هياخد وقت مني مش كتير فأنا أزحزح نفسي فيه كده إن أنا هبدأ أفتح الكتاب بس أبص على المنهج كده زي ما كنا بنقول وإحنا صغيرين نبص على المنهج كده ناخد فكرة عامة لكن كم ذاكرة إن أنا هزبط طيمر أقول عشر دقايق بس وهقوم لأ أنا كده بقى أعمل تشتيت وبأرخم على نفسي بزيادة دي نقطة النقطة التانية كمان إيه المهام اللي ممكن تكون مش هتاخد وقت زي العشر دقايق أكتير أو أقل زي إن الرياضة إن أنا أخس الموعين أنضف الرخامة أكنس أرضية بتاعة المطبخ أردت بالسرير أشوف الأسطح اللي موجودة في غرف النوم زي التسريحة الكومودينو الأسطح اللي موجودة في الصالة زي الترابيزة سواء كترابيز صفر أو ترابيز أنتري حاجة من الحاجات الغسيل أشيل كل حاجة في مكانها وده نقطة إحنا قد أخذناها قبل كده لها تقنية الالتقاط إن أنا طول ما نمشي كده أخد في إيدي ورمي ومش ورمي طبعا وحط الحاجة في مكانها دي حاجات ممكن تخلص في عشر دقايق وأحيانا أقل هكون محتاجة تايمر سواء تايمر منبه تايمر على الموبايل وهزبطه على العشر دقايق بس الكل مهمة أول من عشر دقايق خلصه وخلص أنا خلصت وانقل المهمة اللي بعدها الفكرة دي بتعمل خدايا للمخ عشان أقدر أقرر الحيلة دي كذا مرة لكن بشرط شرط مهم جدا ما ينفعش أسرح في الوقت يعني مش هقول إن أنا خلص أنا سخنت فأكمل لأن أنا لو سخنت وهكمل مازل من الوقت ما يزيدش معايا عن نص ساعة بالكتير عشان لما يجي أجرب الحيلة دي التاني المخ يبدأ يشتغل معايا ويساعدني إن أنا أعملها طب إيه فايدة الحيلة دي فايدة الحيلة دي تتنهي هتعلمني الالتزام إن أنا كل مرة إن شاء الله هتكون زوفي أحسن وهبدأ ألتزم يعني أنا أعمل الحيلة دي تلما أكون عايزة أنجز في المكان مش هوصله للشكل البرفكت يعني دوب بتر زين دوب بيرفكت هأعمل الحاجة دي بقتي كويس وبعد كده هبقى أعملها ممتازة وإن كنت أنا شخصيا كمروة من أعداء المثالية أنا محب البتي يكون نظيف لكن مش مدحف الأجواء العامة كويسة لكن أنا مش هفضل أعداء متكتف لأن طبيعي بشر أطفال جواه فيه تراب الحمد لله والشكر لله فطبيعي إنه بيكون فيه تغيير وطبيعي إن أنا مش هقدر أحلك نفسي على طول وكل يوم وطبيعي برضه اللي فيه ناس بيكون معاها أطفال سغنانين أو تكون بتشتغل فعايزة تحس بالإنجاز عايزة تخلص لكن أحيانا بيبقى من كتر الحاجة اللي ورانا من كتر المهام هفر الظهري ونام بقى كده خلاص مش هقدر أعمل حاجة تأيني إن شاء الله تكون فكرة بتاع الفيديو النهار ده عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك كومنت وشير للفيديو لو سمعتم شوفكم في فيديو تاني إن شاء الله ونادي كل الستات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته